بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن البيم ستيجيز نظرة مكثفة عليها الصورة من الدكتور بلال سكر فنقول ان هناك حاجة اسمها حالة مقابل البيم يعني بري بيم قبل ما نبدأ في البيم في مرحلة انت ما عندكش بيم خالص الورك فلو معتمد على المستندات الرأس قمت سنوات الأبعاد حركة سير العمل عبارة عن خط واحد بيدي الحاجة الواحد تاني وهكذا الاتصال فيه عدم تزامن العلاقات مش متربط او ببعض فيه كله في التوافق ده بري بيم يعني انت ممكن تقعد في الشركة وتشوف حتى لو انت بتستخدم اي برنامج ببرامج البيم فيه مشكلة عندك في مثلا اغلب الحاجات معمولة 2D والتفاصيل كلها سنوات الأبعاد تلاقي فيه مشكلة كتير بانت كده عرفت ان انت في مرحلة ما قبل البيم طيب مرحلة احنا عندنا ثلاث مراحل المرحلة الاولى عبارة عن الموديل مبنع العناصر المجسم مبنع العناصر ده لحد الادنى اساس ان احنا نقول ان احنا نصدنا المرحلة ديت يبقى الديسبلين او الكسم مثلا المعماري او اشياء او كهرام بيستخدم برنامج من برامج التكسيم من برامج المبنى على حاجة السلسية الابعادة خلال دورة حياة المشروع جزء منها بشكلها بنتكلم على لا اما تصميم لا اما تنفيذ لا اما تشغيل وشركة فيها مثلا كل قسم يعني شركة عبارة عن قسم واحد او كل قسم ملوش علاقة بالاقسام الاخرى ما بيستفدش من الموديل بتاع الاقسام الاخرى الخصائص هنا الخصائص مرحلة البيم في المستوى الاول انها عملية متكررة النشاط التبادلي متسلسل عملية تغسية وسترجاع خطية يعني واحد بيدي لواحد ثاني ما فيش تبادل للمعلومات سريع في الغالب العلاقات التخصمية طيب اللي بيخرج لنا من الحاجات دي ايه بقى المنجسات هي ان انت بتطلع بمجسم ثلاث الابعاد شكل ثلاث الابعاد لكل القسم في مشاهد فيديو متحركة مجسمات ثلاثية الابعاد بسيطة المعلومات بنبدأ ناخدها من المجسم المطلوب اساس ان احنا نصل للنقطة ديت ان يبقى فيه تغيير في السياسات منخفض تغيير في العمليات متوسطة تغيير في التقنية عالية طيب لو احنا انتقلنا للمرحلة الثانية ده الحد الادنى فيه ان نبقى فيه الملتي ديسبلين او بكل اقسام للبيم يعني ما نفعش بقى تقول احنا عندنا مجسم معماري بس الكاهروميكانيكل والانشاية هنعمله كاد دورة حيات المشروع التصميم التفصيلي والتصميم التشغيلي وتنفيذ التصميم واو عملية البناء يعني ما ممكن تبقى عملية البناء معي او ممكن تكون لا ما لاناش علاقة بيه عد الاقسام القسمين ممكن اكتر من كده بيتبادلوا المعلومات مع بعض لان المرحلة للبيم اتنين ده مبني على التوافق بين الاقسام فما فشل بفيه توافق وتبادل تجاري واحنا اصلا قسم واحد او دسبلين واحد الخصائص هنا انها عاملها متكررة النشط المعلومات بيتراكم وبتسلسل فيه تغذية واسترجاع متعددت له الخطوط في الغالب علاقات تخصمية طيب التلخيص المنجزات اللي يخرج لنا يخرج لنا مجسم 4D او 4D و 5D وهناكتشف التعرضات بسهولة بين الاقسام المختلفة المعلومات دقيقة ومفصلة ومضمنة في قلب المجسم عشان نوصل المرحلة ده يبقى لازم يكون فيه تغيير في السياسات متوسط تغيير في العمليات متوسط تغيير في التقنية ضعيفة بعد كده احنا ممكن يبقى للمرحلة التالتة اللي هي التجربة المتكملة يبقى عند موضل واحد فيه كل الاقسام وشغالين زي الفل ده الحد الادنى من المؤهلات ان يكون فيه المجسم ومتشارك وتحديثه من خلال دورة حيات المشروع كاملا يعني دورة حيات المشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل شغالين بنفس نموذك البيم خصائص مرحلة البيم احنا هنا بنشارك المخاطر بدل من توليدها عملية المعالجة المرحلية النشاط اللاحظة المعلومات المتراكم المسلسل في الغالب علاقات تخصمية التلخيص المنجزات اللي احنا ناخدها احنا هناخد بش 4D و 5D لا احنا هناخد ND يعني متعدد الابعاد مفيش عند حد اقصى كل الحاجات اللي هنكون نعوزها الموجودة ممكن يبقى فيها فيها Green Building أو Sustainability وفيها مثلا Operation نقدر نصفاتك كتير جدا من البيم اللي احنا وصلنا المعالج ديات مجسم البيم بيسمح بالعملات المعقدة من اول بداية المشروع يعني تقدر تعمل محاكاة للاستدامة والقابلات التشييد والتكلفة دورة حيات المشروع والاقسام المختلفة كلها تستخدم نفس المجسم من خلال قاعدة بيانات موحدة المطلوب تغيير في السياسات عالي تغيير في العمليات عالي تغيير في التقنية عالي اتمنى يكون الموضوع سهر الوسيط وتوفي ان شاء الله اشتركوا في القناة